عاجل بيان جمهوري واتخاذ قرارات غير مسبوقة في تاريخ مصر وهم جدا أخطر صاروخ تمتلكه مصر لضرب سد النهضة وهم جدا خبير مصري إثيوبيا تسبق الزمن ننشر لحضركم التفاصيل وعاجل قدرة الجيش المصري ضرب سد النهضة في 60 دقيقة وعاجل ردود مصرية عنيفة على إثيوبيا لبنائها قاعدة عسكرية في البحر الأحمر صلوا الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو أدها وطنيين نبدأ بتفاصيل أول خبر مهم معنا وهام جدا أخطر صاروخ تمتلكه مصر لضرب بسد النهضة بكل بساطة الصاروخ هو ستورم شادو سكالب إي جي من أفضل الصواريخ في العالم كانت مصر تفتقد هذه النوعية من الصواريخ بالإضافة إلى صواريخ جو جو بعيدة المدى وكان هناك نقص في تسليح الجيش بشكل كامل لذلك الصواريخ الجوالة وصواريخ الجو جو أحدثت نقلة نوعية في تسليح قوات الجوية المصرية تتسلح الروفال بصاروخ ستورم شادو الجوال ستورم شادو سكالب إي جي جو أرض الشبحي الجوال الموجه بنظام الملاحة بقمر الصناعي جي بي اس والملاحة بقصور ذاتي آي إن اس ونظام تيركم أو دراسة التضاريس للطيران على الارتفاع المنخفض لتفادي الدفاعات الجوية مع نظام تصوير حراري للمرحلة الأخيرة لتصوير الهدف ومراجعته بصوراته المخزنة لديه مسبقا قبل إصابته ويبلغ مدى 300 كم ويتميز برأس حربي ثقيل يزن 560 كيلو جراما مزدوج الشحنة لاختراق التحصينات الخرصانية بعمق 12 متر ثم الانفجار داخل الهدف الصاروخ يعتبر واحدا من أفضل الصواريخ الجوالة في العالم وهناك مصادر أكدت إن مدى يصل ل500 كم في حالة الإطلاق من ارتفاعات شاهقة والرفال قادرة على حمل صاروخين بالإضافة إلى تسلحها الإضافي من صواريخ جو جو خاصة أنها تتميز بحمولتها الكبيرة التي تصل لتسعة ونصة أعاوز أعرف رأي حضراتكم في هذا الصاروخ ويعني هل أنتم شايفين أن مصر ممكن تستخدمه في ضرب سد النهضة أم لا وبمناسبة ضرب سد النهضة تعالوا نشوف اللواء محمود خلف آل إي لو حضرتها جيد لجزء ده من الفيديو يا ليت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة ويلا نخش على الخبر التالي ندخل على الخبر الثاني وهو عاجل قدرة الجيش المصري ضرب سد النهضة في 60 دقيقة بس اللواء محمود خلف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا قال قصما بالله سد النهضة ما هياخد من مصر 60 دقيقة عشان يخرج برى الخدمة وأضاف القوي باله طويل دايما ومصر لا توضع في حالة الدفاع عن النفس وعلق لو هتحطني في حالة الدفاع عن النفس اسأل الكيان الصهيوني وخط برليف وأشار أن اسم مونور حماة النيل يعني تكليف القوات المسلحة بحماية نهر النيل أكد أن وعد الرئيس السيسي بعدم المساس بكوب مياه سينفذ وكلمة رئيس الأركان خلال مبادرة حماة النيل بمثابة نداء السلام الأخير لإثيوبيا علق وقال مصر إدها طويلة وأضاف أن أمريكا بتعلم جيدا أنه لا سلام ولا حرب في منطقة الشرق الأوسط إلا بمصر ومصر لازم تكون طرف فيها معنى هذا الكلام يعني أن مصر إدها طيلة وإدها تقدر أنها تحمي ولادها وتحمي مياه مصر مياه نهر النيل لأن مصر من غير نهر النيل مش هيكون في حاجة اسمها مصر ونهر النيل من غير مصر مش هيكون في حاجة اسمها نهر النيل يعني هذا الكلام بسيط جدا إن شاء الله يعني إن شاء الله الأيام القليلة القادمة هيكون فيها كلام كتير جدا إن شاء الله هنقلوا لحضراتكم وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر ننتقل لخبر آخر وعاجل بيان جمهوري واتخاذ قرارات غير مسبوقة في تاريخ مصر من قبل الرئيس السيسي المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أعلن أنه تم اتخاذ قرارات تاريخية وغير مسبوقة خلال اجتماع الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية وجاءت القرارات كالآتي بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العام اعتبارا من 11-20-21 اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما لقضاء المصري توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة القضاء مجلس الدولة النيابة الإدارية وقضايا الدولة عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة نجلس الدولة والنيابة العامة ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة الهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة امداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقدمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة عدى وزارة العدل مع وضع صقف زمن المدة الندب الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها وستساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية كما تحقق أيضا المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيا بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوي للوصول إلى هذه المساواة كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التقرار في التعيين وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات المصدر معانا كان من RT أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتقل لخبر آخر وهام جدا خبير مصري إثيوبيا تصبق الزمن قال عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن إثيوبيا تصابق الزمن لرفع الممر الأوسط في سد النهضة بمقدر 30 متر حتى تصل إلى تخزين 18.5 مليار متر مكعب من المياه وفي تصريح خاص لRT أوضح الدكتور الشراقي أن بعض السور على مواقع التواصل الاجتماعي من موقع السد تظهر التعليق الممر الأوسط بحوالي 4 أمطار وما زال حجم بحيرة السد ثابت عند 5 مليار متر مكعب حيث أن كمية مياه الأمطار 50 مليون متر مكعب في مايو تعادل تقريبا المنصرف من البوابتين العلويتين وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة حجم البحيرة تدريجيا خلال الأسابيع القادمة مع زيادة الأمطار التي تصل لـ 200 مليون متر مكعب يوميا بنهاية هذا الشهر وزيادة مخزون البحيرة بحوالي نصف مليار متر مكعب وحوالي 6 مليار متر مكعب خلال شهر يوليو وتابع أنه في حالة تعليق الممر الأوسط كاملا بمقدار 30 متر عند منسب 595 مترا فوق سطح البحر سوف يتم حجز 7 مليار متر مكعب آخر حتى منتصف أغسطس بعده تغمر المياه الفيضان الممر الأوسط كما حدث العام الماضي ليمر الفيضان كاملا ابتداء من هذا التاريخ إلى السودان ومصر بالإضافة إلى المياه التي سوف تمر من التوربين في حالة تشغيله في أغسطس وأضاف إثيوبيا تصابق الزمن لرفع الممر الأوسط بمقدار 30 متر حتى تصل إلى تغزين 13.5 مليار متر مكعب بالإضافة إلى الخمسة مليارات المخزنة من العام الماضي ليبلغ إجمال التغزين 18.5 مليار متر مكعب ومن المتوقع فقدان 3 مليارات متر مكعب أخرى نتيجة التبخر والتصرف في الفراغات والتشققات ورأى أنه قد لا تستطيع إثيوبيا تعليق الممر الأوسط كاملا والأقرب أن يرتفع حوالي 15 متر فقط بساعة تغزينية حوالي 7 بدلا من 13.5 مليار متر مكعب ويشدد على أن التغزين بدون اتفاق سواء مليار متر مكعب واحد أو أكثر مرفوض من جانب مصر والسودان وتحاول أمريكا عن طريق مبعوثها لقرن الإفريقي فلتمان الذي يقوم حاليا بجولة مباحثات في كل من قطر والإمارات وكينيا لبحث أزمة سد النهضة والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق قبل التغزين الحقيقي أول يوليو القادم وقال يبدو أن هذه الجولة تركز على قضايا القرن الإفريقي أولا ثم سد النهضة كما كانت جولته الاستكشافية الأولى منذ عدة أسابيع المصدر معانا كان من RT وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر تعالوا ننتقل لخبر آخر وعاجل ردود مصرية عنيفة على إثيوبيا بسبب بناءها قاعدة عسكرية في البحر الأحمر أثار إعلان وزارة الخارجية الإثيوبية عن إنشاء قاعدة عسكرية في البحر الأحمر ردود أفعال مصرية رافضة له ووصفته بالهستيري وأنه يهدف إلى التقطية على أزمات إثيوبيا الداخلية قال اللواء محمود الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان في مصر الRT إن هذا الكلام يصب في إطار الحرب النفسية مبينا إن إثيوبيا لا تستطيع أن تقيم أي قواعد في البحر الأحمر خصوصا أنها دولة حبيسة وليس لها أي سواحل على مياه البحر الأحمر واعتبر أن إثيوبيا تنتهك سياسة الهروب إلى الأمام للتقطية على الأزمات الداخلية والحرب الأهلية في إقليم تيجراء مضيفا مصر عندما تقول شيئا تفعله نحن دولة أفعال لا أقوال بينما إثيوبيا دولة أقوال فقط وهدفها مماطلة أي مفاوضات تحدث بين مصر وإثيوبيا والسودان وقال إن مصر خلال الفترة السابقة وتدريبات النجم الساطع وحماة النيل واحد ونصور النيل واحد واثنين يؤكد الكفاءة القتالية والجاهزية لأي عمليات لحماية الأمن القومي والمصالح القومية الممثلة في مياه النيل المهمة جدا المصدر معانا كان من RT يعني زي ما قلت لحضراتكم إن إثيوبيا بتحاول تغطي على المشاكل الداخلية وجرائم الحرب التي يقوم بها أبي أحمد الآن يعني بيحاول يغطي بأي شكل من الأشكال على الجرائم اللي بيرتكبها حاليا طبعا أنا محتاج رأي حضراتكم في هذا الخبر ويجينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة من قناتكم وصفحتكم مصري ميديا اي اي بي على اليوتيوب وعالفيسبوك إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته